هوي بريس نحو إعلام هادف استنكارهم ويتعلموا دخل سقراسهم بزاف ماشي شويا عبارة دخل سقراسك والتي يمكن أن يكون لها معنى إيجابيا وآخر سلبية ثم توظفها بشكل منحرف من طرف دعاة الحرية الجنسية والمطالبين برفع التجريم عن الإجهاض وشرب الخمور والإفطار العلني في رمضان وذلك لتخدم أجندتهم في المغرب ذلك أن هذه العبارة العريقة في قاموس الدارجة المغربية والتي تستعمل في الغايب للتحذير من التجسس وتدخل المرء في أمور لا تعنيه حاول الطيار اللاديني الشاذ عن المجتمع سرقتها لتبرير مطالب الحريات الفرضية ومنع إنكار المجتمع لمفاسد الوقت والمحرمات المعلومات من الدين بالضرورة فإذا كانت المنظومة العلمانية التي تأنسن الإله وتؤله الإنسان ترفض وضع حدود قانونية أو أخلاقية أو قيمية أو دينية تحول دون تحقيق الفرض لنزواته وشهواته تحول دون تحقيق الفرض لنزواته وشهواته مهما كانت شريطة عدم الإضرر بالآخرين فإن المنظومة الشرعية التي يدين بها السواد الأعظم من المغاربة بخلاف ذلك نعم هي تقر أن للفرض هامشا كبيرا يتمتع بالملذات والشهوات لكن شريطة التزامه بحدود الحلال والحرام المنصوص عليهم في نصوص الشرعة وعودا إلى عبارة دخل سقراسك التي كارها بوعي ودون وعي بعض المنشطاء الذين يصدرون عن مرجعية لا دينية فالهدف الأساس من توظيفهم المنحرف لها هو إسقط شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الشعيرة التي يمارسها عدد من المواطنين خاصة عن مستوى الشبكات التواصل الاجتماعي سواء كان ممن ينتج خطابا أو من عموم الناس ما يسبب للعلمانين عنة وحرجا شديدين ذلك أنهم يدركون جيدا أن المجتمع وإن عمت فيه بعض الظواهر السلبية إلا أنها لا تتجاوز في الغالب حدود الذنب والمعصية ولا تصل إلى درجة الاستحلال واعتبار هذه الموبيقات أي الزنا واللواط وشرب الخمور والمجاهرة بإفطار رمضان حقا من حقوق الإنسان بل هي حدود يجب على المسلم أن لا يتجاوزها ويقف في وجه من يسعى لرفع التجريم عنها فإذا كان المغربي المسلم يقرأ كتاب الله تعالى فيجد فيه والمؤمنون والممنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ويجد فيها أيضا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقفضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون فطبيعي جدا أنه لن يدخل سقراص وسيدخل طولا وعرضا في هذه المواضيع التي تمسه بالأسس وتمس أسرته وأبناءه وتهدد كينونيتهم وستكون له ردود فعل حيال ما يرفع أمام ناظريه من مطالب تتناقض تماما وإسلامية الدولة فالمرجم من يحجر على المغاربة ويمنعهم من الكلام وحرية التعبير يدخل سقراص أو على الأقل ليقبل بالاختلاف ويبتعد أقصى قدر ممكن عن الإقصاء ومصادرة آراء الآخرين هوية بريس نحو إعلام هادف